السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الذي سوف نتحدث فيه عن موضوع مهم جدا خصوصا لمتدربي التكوين المهني حيث أصدر سعيد أمزازي اليوم هذا البلاغ والذي يتحدث فيه عن صرف المنحة الدراسية لفئة متدربي التكوين المهني تنهي وزارة الطربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قطاع التكوين المهني إلى علم كافة المتدربين والمتدربات الممنوحين المسجلين بمؤسسة التكوين المهني مستوى التقني وكذلك التقني المتخصص براسم الموسم التكوين 2020-2021 أنه سيتم مصارف الشطر الأول والثاني من المنحة الدراسية ابتداء من يوم الخميس 15 أبريل 2021 إذن الشطر الأول والثاني سيتم من حمومة لمتدربين في التكوين المهني ابتداء من يوم الخميس 15 أبريل 2021 وتهيب الوزارة بالمتدربين الممنوحين الجدد المسجلين بالسنة الأولى الذين لم يسلموا بعد بيان تعريف البنكي ريب لمؤسستهم إذن بالنسبة لمن هم مسجلين بالسنة الأولى فيجب عليهم أن يقدموا الريب يعني أن يأخذوا أن يكون لديهم حساب بنكي ويقدموا الرقم الذي يأخذوا من الحساب البنكي الريب ويقدمه للمؤسسات يعني يجب الإدلاء به في أقرب أجال للمصالح المختصة حتى يتسنى لها صرف منحهم وللمزيد من المعلومات يرجى من المتدربين والمتدربات الممنوحين لاتصال بإدارة المؤسسة التي يتابعون بها دراستهم إذن من لديه أي سؤال حول المنحة فليترحوا في التعليق ولا تنسوا الضغط على زر جيم وكذلك الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يتوصلوا بكل جديدنا وإلى فيديو آخر إن شاء الله